الولايات المتحدة الامريكية اختارت رئيسها للسنوات الاربع المقبلة الامبراطورية التي لا تغيب الشمس عن مناطق نفوذها في العالم الواسع قالت نعم قوية لباراك اوباما مانحة الديمقراطيين ولاية ثانية لكن بعيدا من حسابات الربح والخسارة فان سؤالا واحدا بدأ يتردد منذ اعلان النتيجة وهو هل سيكون اوباما الثاني نسخة تبقى الاصل عن اوباما الاول ام ان النسخة الثانية من ولايته الرئاسية ستكون منقحة بحيث يتخلى سيد البيت الابيض عن التردد الذي طبع اداءه في الولاية الاولى لا سيما فيما خص قضايا الشرق الاوسط بدءا بمصار السلام العربي الاسرائيلي مرورا بالثورة السورية وصولا الى الازمة اللبنانية في لبنان غدا اضراب في المدارس والقطاع العام لان مجلس الوزراء لن يحيل على ما يبدو سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب بعدما اكتشف متأخرا خطرها على المالية العامة حكوميا اوساط السراي لا تزال تؤكد ان تغيير الحكومة غير وارد وترد بالتشديد على تفعيل العمل الحكومي في حين يشدد الرئيس بري على تفعيل العمل المجلسي في المقابل قوى الرابع عشر من اذار على موقفها من مقاطعة الحكومة وتجدد دعوتها الى حكومة حيادية وبين الموقفين المتناقضين لا يزال رئيس الجمهورية يحفر جبل الحوار بابرة في محاولة لتجاوز الازمة السياسية في سوريا القصف طاول للمرة الاولى محيط القصر الجمهوري اما الامين العام لجامعة الدول العربية فاعتبر ان النظام السوري ليستمر طويلا داعيا المعارضة الى التوحد نبدأ من فوز اوباما بولاية ثانية تقرير جانا خول افرزت اكبر عملية انتخابية في العالم نتيجة مطابقة لما كان قبلها فالرئيس باراك اوباما عاد بولاية ثانية متسلحا باكثر من 300 ناخب كبير مجلس النواب ابقى على اكثريته الجمهورية ومجلس الشيوخ احتفظ بغالبيته الديمقراطية الرئيس الامريكي وفي اول اطلالة له على الجمهور لالقاء كلمة النصر بدى مرتاحا وفرحا الى جانب زوجته وابنتيه اللواتي خصص لهن جزءا من كلمته قبل ان يهنئ رومني على الحملة التي قادها ويتعهد العمل لكي تكون الخريطة الامريكية اكثر من ولايات زرقاء او حمراء وتجسد طموحات جميع الامريكيين كفحنا بقوة ليس لاننا نحب هذا البلد بعمق فحسب بل لاننا مهتمون جدا بمستقبله نعلم في اعماق قلوبنا ان الافضل للولايات المتحدة الامريكية مقبل الجمهور الفرح في القاعة الديمقراطية تناسى تعب النهار الانتخابي الطويل واحتفل الى جانب الرئيس ونائبه بعودته الى مكتبه البيضاوي واستمر الفرح الديمقراطي حتى ساعات الصباح في الشوارع والساحات وامام البيت الابيض الاف الاشخاص تجمعوا في ساحة تايم سكوير ورفعوا الاعلام ورددوا هتفات اربع سنوات جديدة هذا الشعار كان تغريدة اعلن فيها الرئيس الامريكي فوزه في الانتخابات عبر تويتر وارفقها بصورة مع زوجته فتحولت هذه التغريدة الى اكثر موضوع تمت مشاركته في تاريخ موقع تويتر باكثر من نصف مليون عملية اعادة نشر في المقابل كانت اجواء الحزن والصدمة تسيطر على جمهور رامني الذي اقر بخسارته واتصل باوباما لتهنئته وليتمنى له التوفيق في مهمته اوباما ومؤيدوه وفريق حملته يستحقون التهنئة وواجه اطيب تمنيات اليهم جميعا لكن خصوصا الرئيس والسيدة الاولى وابنتيهما وتوجه المرشح الخاسر الى نائبه بور راين بالشكر معتبرا ان وجوده في الحملة كان افضل خيار قام به بعد المجهود الكبير الذي بذله في الحملة لتحسين صورة رامني وطمأنة المحافظين